أبنة تسعة أعوام كانت ضحية الهواء الملوث في العاصمة البريطانية الذي تسبب بأزمة تنفس لها وتوفيت عام 2013 تحقيق مستقل بالحادثة خلص إلى أن تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات الكربون هو سبب الوفاة ودعت تقرير لتغيير القوانين للحد من التلوث الذي تسبب بوفاة إله ليجعلها أول ضحية تدرج على قائمة ضحايا تلوث الهواء في بريطانيا ولدة إيلة التي قادت حملة لسنوات عدة رحبت بنتائج التقرير أنا سعيدة بنتيجة التقرير الذي يشير بوضوح أنه على الحكومة التحرك الآن من أجل خفض انبعاثات الكربون أنا فخورة بابنتي كانت في التاسعة من عمرها أتمنى أن تمنح وفاتها حياة جديدة وتنقذ آلاف الأرواح الحكومة البريطانية في وقت سابق وعدت بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 78% بحلول عام 2035 وعلى هامش القمة الافتراضية للمناخ قال رئيس الحكومة أنهم بدأوا بالفعل اتخاذ خطوات للحد من التلوث نحن في منتصف الطريق للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية وقد حققنا ذلك للمرة الأولى منذ القرن التاسع عشر سنوقف الدعم لاستخدام النفط الحفوري ومضاعفة دعمنا المالي لبرامج حماية المناخ أحدث تقرير لنشطاء يكافحون من أجل هواء النقي في العاصمة البريطانية أفاد أن تلوث الهواء تراجع بنسبة 70% نتيجة الإغلاق بسبب وباء كورونا لم تتوقف العاصمة لندن عن اتخاذ خطوات للحد من نسب التلوث من خلال فرض غرامات مالية على قيادة المركبات التي تعمل بالوقود مقابل منح امتيازات وإعفاءات للمركبات التي تعمل بالطاقة الهجينة أو الكهربائية لتعبيد الطريق بشكل أسرع للوصول إلى صفر انبعاثات خلال السنوات المقبلة جياب أبو صفي أسكانيوز عربية لندن